أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في أبراج الإمارات مركزا نموذجيا للخدمات الحكومية يضم 14 جهة حكومية وتقنية واتصل الذكاء الصناعي وربوتات ذكية لتقديم خدمات شخصية غير مسبوقة للمتعاملين وقال سمو إن المركز الجديد خدمات واحد نموذج هدفه تجميع الخدمات في زيارة واحدة وعبر بوابة واحدة ومع موظف واحد يمثل 14 جهة حكومية وأضاف سمو أن المركز سيكون مختبرا لتجربة كافة اقتراحات الجمهور التطويرية ويضم منصة تجمع الجمهور مع الحكومة لمناقشة الأفكار بشكل يومي وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم إن المركز بداية ستتبعه مراكز وخطوة ستتبعها خطوات وإبداع سيتبعه إبداعات ولن نتوقف لأن هدفنا أن نكون الأولى عالميا في الخدمات الحكومية بحلول 2020 وأكد سموه على ضرورة ترسيخ هذا النموذج كهوية متفردة خاصة بحكومة الإمارات تدعم توجهاتنا ورؤانا كدولة رائدة في تطوير العمل الحكومي ونقله إلى مستويات جديدة من الكفاءة والفعالية ومواصلة العمل لتطوير وتعزيز مستوى الخدمات الحكومية لتوسيع نطاق نموذج خدمات الزيارة الواحدة لتشمل كافة المجالات التي تمس حياة الناس وأضاف سموه نريد أن يلمس المتعامل بيئة مختلفة لمراكز الخدمة مرحبة مريحة مرينة توظف التقنيات المتقدمة وتحولها إلى أدوات سهلة الاستخدام بين يديه وتمكنه من الحصول على الخدمة بزيارة واحدة رافق السموه خلال الزيارة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ويقدم مركز خدمات واحد نموذجا لمستقبل الخدمات الحكومية في دولة الإمارات ويهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية الحيوية من خلال اختصار عدد الزيارات إلى زيارة واحدة والدفع الموحد ويتميز المركز بخاصية الدخول الذكي التي تمكن المتعامل من الحصول على نحو 100 خدمة ذكية فضلا عن ثلاث باقات خدمات مشتركة هي مبروك ماياك ومبروك ما دبرت وخدمة التوظيف ترجمة نانسي قنقر